سعر الدهب أرجعك تاني أنا لما كنت بتكلم مع رئيس شعبة الدهب أستاذ عياب واصف فتكلمنا على الدهب وقال أنا بقول يا جماعة بلاش حد يشتري في الفترة دي الدهب سعره عالي جدا 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 بلاش استنوا شوي وقال أنا أصدرت بيان بخصوص هذا الموضوع وبالفعل لقينا أنه فعلا فيه انهيارات بدأت تحصل في سعر جرام الدهب وصلت ما بين المتين جنيه والتلتمائة جنيه على آخر إلى آخر وقعت هنا خليني أفهم برضو سعر الدهب مقرون أنا في رأيي طول الوقت بالتأكيد باعتبار يستورد كميات الدهب كبيرة فيبقى مقرون بتأدير الدولار وفيه تأديرات يعني مثلا تروح لتتجار العربيات مثلا يقولك إيه والله الدولار عندنا ب73 تروح لتشعال التجار إيه يقولك الدولار عندي ب75 على بضعته الدهب العربيات الأجهزة المنزلية كله بيقدر خليني أفهم دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الدهب أهلا بك يا دكتور ناجي أهلا بحضرتك يا صديقي عامل إيه وحشنا قد الدنيا يا دكتور يهمنا أنك تشرفنا كده وقت ما يبقى ليك عندك وقت تتنورنا في الستوديو ونتكلم شوية على القصص دي يا رب بنورك يا فدم من دكتور ناجي سعر الدهب أخباره إيه وإيه سره وراء الانهيار السريع في هذه الأسعار لا سعر الدهب منزلش متين جنيه زي ما أنت بتقوله لحاجة الدهب نزل سبعمائة جنيه الدهب كان بربعة ومية حاليا بثلاث تلاف وربعة ومية عيار واحد وعشرين فكده يبقى عيار واحد وعشرين نزل إن شاء الله سبعمائة جنيه الدهب كم يا فدم؟ أول تاني ما نزلش متين جنيه زي ما أنت بتقول لا نزل سبعمائة جنيه سبعمائة 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 جنيه من أربعة ومية الدهب جاب أربعة ومية ومية وخمسين كمان ساعة ما كنا بنقول للناس يا جماعة نهدى ما نشتريش في الأسعار ديت ما نشتريش في الطب ديت ده سعر غير مبرر وسعر غير مقنع وسعر غير واقعي لكن مع الأسف كان فيه تدافع على شراء السباكة وجنيهات بأي سعر آآ بأي سعر بأي سعر آآ وده كان يعني مش ملطق سليم وبدأ وانا قلت الكلام ده قبل كده من أسبوع أو أسبوعين إنه قدامنا أسبوع أسبوعين والدهب هياخد مصار التسخيحي وهيرجع الوضع الطبيعي وفعلا بدأ يتراجع تلاتة سبعمائة تلاتة ستمائة تلاتة ستمائة لغاية تلاتة ستمائة لغاية تلاتة ستمائة آآ ده حالية لغاية دلوقتي ولان السعر الفير بتاعه هو يتروح من ثلاث تلاف لثين وتسعمائة إنما الأسعار ديت أسعار مبالغ فيها ودي سببها ببقى ضغط شراء قوي جدا جدا بالذات على السبايك والجنيهات وبعيدا وده برضو منطق غير سليم لأنها أجرة السبايك والجنيهات هي أجرة المشغولات طب ليه ما نستخدمش ونشتري مشغولات نقدر نستخدمها وبدل السبايك والجنيهات اللي مجرد إنها بتتركل أو بتتشال فده برضو تفكير يعني غير جدي بالعكس أنا مشتري مشغولات أفضل بكتير فالدهب زي ما قلت لحضرتك وصل حالين لواحد وعشرين تلاتة ربعمية والجنيه حالين وصل سبعة وعشرين ألف ومتين طيب دكتور ناجي يعني أنا اللي أعرفه إنه سعر المصنعيات في السبايك أقل من الجنيه وأقل بطبيعة الحال من المشغولات لا حضرتك المصنعيات في السبايك هي الغاية من الجنيهات والسبايك الغاية 100 جرام مماثلة تماما للمشغولات هي هي يعني هي هي طيب هنا توقعتك يا دكتور إنه هيستمر هذا الهبوط في السعر ولا لا هو مش هبوط هو تصحيح يا أستاذ يوسف حلو المصطلح ده أوي أوي يعني هو تصحيح لسعره يعني زي تصحيح برضو لسعر الدولار هو تصحيح لسعره لأن سعره اللي كان موجود والكلام ده كلنا نعلم أن هذه الأسعار غير وقعية وغير مبررة وغير منطقة إذا كانت مؤسسات التمويل العالمية قالت لك لو هتقيم الدولار ما بين 35 و 42 يوم إحنا إزاي يوصل لكلام غير وقعي وغير منطقي وعلى عرض الواقع لا العملة عندنا تساوي يعني أكتر من كده طيب عظيم إذن تتوقع دكتور إنه تصحيح الأسعار في الدهب هيستمر؟ آه معنا لسه تاني فترة كبيرة تعتبر ديت معنا لغاية ما يوصل تلاتة أو 2900 وده سعر الفير بالنسباله اللي يتناسب مع الأسعار العالمية وده نتيجة إنه بدأ ينزل لأن السيولة الموجهة لسوق الدهب بدأت تقل وبدأت لأن القوة الشرائية الضخمة جدا يعني إحنا عندي مجلس الدهب العالمي بيقول في 2023 المصريين اشتروا 37 طن سبايك وحوالي حاجة وعشرين طن مشغولات وده شيء مش جيد لأن إحنا طبعا يعني بنشجع الناس إن إحنا ناخد مشغولات لأنه ما بتشري مشغولات إنت بتشغل مصانع بتشغل عمال بتشغل ورش أما السبايك يعني محدودية في شغلها وبالإضافة يعني هو نازل نفاهم الناس برضو دي أجرت دي هي أجرت دي يعني إنت بالعكس إنت بتستفدش بالمشغولات طيب يا مساهل الأحوال أنا مشكورك جدا يا دكتور وأتمنى نشوف حضرتك قريب كل الشكر دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الدهب